السلام عليكم متتبعين قناة اميسا كديرين لبس عليكم تمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله تمنى تكونوا في احسن حال ان شاء الله كيف العادة اي لغداء اي عشاء كنشاركو معاكم يعني اي حاجة درناها كنشاركوها كنشاركوها معاكم اليوم عندي هنا واحد الوصفة زوينة غزلة بزاف صراحة وبنينا واحد الحوتة ما معروش اسمية ديالها ولكن غيرتجيب لكم اسمية ديالها عندي هنا كنت تعمل في المقادير يعني باش نشر من هاد الحوتة عندي هنا بصلة وحدة عندي هنا 4 فصوص ديال التومة عندي هنا نص حامضة ولكسبر وواحد المعلقة العطرية مخلطة فيه الكمون والتحميرة والبزار وسكين جبير عندي هنا واحد المعلقة صغيرة ديال العطرية ديال الحوت وعندي هنا واحد ضمة البناوكي وكي غادي ان شاء الله نضي كل شي في هاد في هاد الخلاط باش نطحن كل شي يعني در فيه كنور ودر فيه واحد جوج ديال الزيت كبار بعد ما طحنه مزيان كيجي على هاد الشاكل يعني مايجيش مطحون مزيز زيان كيجي مهرمش اوكي البنات اوكي البنات غادي نستمر بحال هاد طريقة وهنا عملت شوية ديال اللاصوس اوه وغادي نعمل العطرية ديالي وهنا عملت هاد 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 العشوب ليبسة كيكي يعجموني بزاف في الوصفات وغادي نخلط بحالها كاول ملحان ديالوغي شوية ماانكتروش ملحاحي تدرنا اتضمت البنات ديال الحوت وغادي نخلط بحال هكا وغادي نشرم الحوت ديالي غادي نشاء الله نشرم الحوت ديالي وندخل هالفران الفران صخنتو من قبل اهه غسكم ديروغغي يعني العافية مهيه لباش يتيب على خاطره عندي هنا هاد الشرمولة عنده شرمولة زوينة بزاف وغادي نغسل غيها تبسي عنين ندير فيه ريشوية ديال الماء وندخلها الفران واتبع معي الفيديو تالخل ان شاء الله اه بعد ما دخلت الحوت ديالي الفران غادي نوريكم طريقة ديال البطاطا باش كنرافقها يعني كنقطع بطاطا بحال هاد الشاكل واحد جوج بطاطات ولا ثلاثة بطاطات لحسب الحجم ديال العائلة ديالكم وغادي ندخلها غادي نديرها الطيب في الماء غادي نطيب زيان ومن البعد غادي نشوف معايا طريقة بعد ما طابطوا صفيتها نصيحة لبنات ما تخليوها شطيب بزاف انا هنا خليتها طابط بزاف ما تخليوها شطيب بزاف باش ما تديرش ما تدوبش وغادي ندير عليها شوية ديال العشو بيابسة وشوية ديال الملحة وغادي نقليها في الزيت بحال فريت وغادي نرافقها ان شاء الله مع الحوت ديالي وكالبنات اللي اول مرة تشوف الفيديو معليك الى ديري الاشتراك واللي عندي في الخانات عملوا اللايك باش تسجعونا باش نزيد القدم ان شاء الله يعني هاد الوصفة يعني غداية وبغيت نشارك نشاركو معاكم يعني وخابس وصفة صغيرة و ولكن بنينا صراحة وكالبنات بعد ما طابط الحوت ديالي وما قدنش الوقت باش نصور باش نحطها في الطبسة ولكن اهنا حطيتها في الطبسة ورافقتها بطاطة ديالي يمكن لكم تديروا عليها الزيتون ولا تزوقوها بأي طريقة كجي بنين البنات شوفوا لصوص ديالها كيجي عاقد كجي طايبة نتمنى يعجب لكم الفيديو ان شاء الله نتمنى نكون خفيفة على كلوبكم انتمنى تعاونونا بلي لايك الى الفيديو المقبل الى اللقاء